يارين اللي تحت المشكلة لننهرب مقلوب في كل حتة في مصر انت دلوقتي بتحط المدرب اول ما يبطل بترميه على قطاع النشئين بترميه على المدرسة وده خطأ كبير جدا انت لازم المدربين اللي تحت يبقوا افضل وحاجة تانية كارتين شو بير انت لو حسبتها مال وفلوس وصناعة انت دلوقتي لو اشترينا خمس لعيبة في السنة اي نادي بيشتري اللعيب دلوقتي بقى بعشرين وثلاثين مليون جنيه في السنة يعني انت لو اشتريت خمس لعيبة ممكن اشتريهم بمئتين مليون في المقابل ان انت ممكن تدي راتب لمدرب مئة الف جنيه ومئة وخمسين الف جنيه ويبقى مدرب كبير جدا هيوقف لانه هي المشكلة في القطاعات ايه ان المدربين الرواتب قليلة فما بروحوش اشتغل لكن انت لو جبت مدرب وديته رقم كويس وديته وقبطه كويس هيحصل ايه هياخد منك مليون ولا اتنين في السنة لكن هيوفر لك مئة مليون ومئتين مليون جنيه في السنة او ممكن يعمل لك سروك وبالتالي انت شايف انه ما فيش تقدير للمدربين اللي بيدربوا مراحل سنية صغيرة في مصر بصفة عام طبعا ما فيش يعني وما بتسكلهمش انت طول الوقت بتتسأل تاليه ما عندكش راس حربة انت ليه ما عندكش بقر لانك من تحت ما بتطلعش احنا دلوقتي عد علينا قدي ايه ما عودناش عماد متعب عد علينا قدي ايه مع احترامي لل يعني فيه مصطفى الحمد مهاجم كويس بس مش بقود برضو عماد متعب يعني مثلا عماد فلتة اه يعني لأ وقابل عماد كان فيه تجابهم بالبيس وكان فيه وكان فيه لكن انت قدي ايه قدي ايه ما فيش دلوقتي لانه كان فيه مدربين في القطاعات تحت الكويسة نعم احنا فقدنا لعب المدارس فقدنا الساحات الشعبية وفقدنا المدرب الكفر الصغير نعم اللي يعرف يطلع علشان كده ارموا النصيحة يعني يرموا المدربين الصغيرين يجي يمسكوا في الفريق الاول بنت ببص دلوقتي بدولة ابطال اوروبا تلاقي مدرب عنده 31 سنة مزبوط وعنده 39 سنة و38 سنة يعني لسه مبطل ومزبط لكن اللي تحت بيبقى اكتر واقوى بيبرأ اكتر علشان ده ما له فلوس اشتركوا في القناة